أوقات الأزمات هي الأوقات التي يخرج فيها من العبد يقينه ولذلك دائما أحب أن أقول لأخوان أين تجد اليقين؟ قال في قلوب المخبتين الصالحين التي تخرج في كل وقت وحين ويزداد بريقها عند الألم والأنين هو ده في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا دعا في رحلة الإسراء والمعراج ليفرج عنه ويوسيه ويمسح على قلبه ويجعل رحلة المعراج هذه ممتدة لكل مؤمن يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا دائما أقول أن حضرة النبي هو الباب هو فاتح الأبواب ففتح باب الإسراء والمعراج فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ليس بيده فقط مفتاح الجنة بل بيده مفتاح كل باب على الله فحضرت النبي في المعراج فتح الباب من الأرض على السماء فإلا حاصل فلما فتح الباب من الأرض إلى السماء فأتى للمؤمن بمفتاح باب للمعراج الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم والذي فيه صلى الله عليه وسلم استقبل وجه مولاه لذا الصلاة صلة بين العبد وربه هكذا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة صلة بين العبد وربه تبدو إما هي صلة بين العبد وربه راح العلماء قالوا إيه الصلاة معراج المؤمن يبقى الصلاة ما لها معراج المؤمن ولذلك الصلاة لما فردت فردت في المعراج لماذا فرضت في المعراج عشان تكون مبينة أن الصلاة ستكون معراجا للعباد وكأن ربنا سبحانه وتعالى أعطى للرسول الهدية تخرجنا من الضيق والكآبة والقلق والخوف من المخاطر إلى الخروج إلى السعة والفرح واليسر والقرب علشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لسيدنا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال أرحنا بيها يا بلال لأن الصلاة تروح العبد من كل أوجاعه وأهمومه وألامه عشان كده ممكن نشوف موقف سيدنا أبو بكر الصديق يعتبر سند بجد لأن موقف سيدنا أبو بكر الصديق لما قال إن كان قال فقد صدق مش بس هو بيدافع بكل قوة عن موقف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده مش خريب إن أنا أصدقه في هذا الأمر لأنه أصدقه فيما أبعد من ذلك وهو أن يأتيه الوحي من السماء لكن فكرة استقبال الأخبار بالتزان وثبات ويقين من أهم صفات الصديقين ومن أهم صفات من أراد أن يعيش متزنا لا يترنح في وقتنا هذا لأن في الحقيقة سيدنا أبو بكر لما فعل هذا ما كانش ده عشان يصف نفسه بأنه هو صاحب يقين بس عشان يقول إن الرسالة دي متينة